السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعكم ربكم جميعا بخير ان شاء الله محاضرة دي هنحاول نجمع أكبر قدر من التمرين على الأجزاء كلها بحيث ان احنا يبقى أخذنا كمية أفكار كويسة يعني نبدأ بأول تمرين يقول لي أوضحت أحد البخوص السابقة أننا نحن رفع المعيار للدخل الشهري للأسرة 35.2 جنيها ويرغب أحد الباحثين في اختيار عينة عشوائية من الأسر لتقدير متوسط الدخل الشهري للأسرة بمعامل ساق 95% بشرط تقلع يزيد الخطأ في التقدير عن أربع جنيهات فما هو حجم العينة الذي يجيب اختياره من السؤال تعرفت ان الجزئية دي تأول تمرينها عن جزئية تحديد حجم عينة وأنا عندي في تحديد حجم العينة يأما لتقدير متوسط أو لتقدير نسبة وواضح من المسألة أنه لتقدير متوسط الدخل الشهري زي ما احنا حطنا على تحتها خط كده يبقى إذا أننا هستخدم قانون تحديد حجم العينة لتقدير متوسط المجتمع يبقى قانون هتساوي سجمة تربية اللي هي الحراف المعياري تربية أو سجمة تربية اللي هي التباين يعني في يه تربية على أخه تربية هو قال لك من البيانات أن الحراف المعياري اللي هي سجمة 35.2 وعايز يقدر بحسن الخطأ ما يزيدش عن أربعة يبقى أخاه بتساوي أربعة وطالما أن معامل السجل 95% يبقى إيه بواحد وستة وتسعين من مية أطبق القانون يبقى نون تساوي خمسة وتلاتين واتنين من عشرة تربية في واحد ستة وتسعين من مية تربيع على أربعة تربيع ده هيساوي 297.5 وطبعا اتفاقنا نحن دايما هنقرب لأعلى في حجم العينة يبقى عايزين 298 أسرة لحجم العينة المناسب عشان الخطأ لا يزيد عن أربعة جنيه تشوفي التمنين بعد بيقول لي يرغب أحد الباحثين في اختيار عينة عشوائية من طلبة الكلية لتقدير نسبة الطلبة الذين يجدون التعامل مع الحاسب الآلي فما هو حجم العينة الذي يجب اختياره بمعامل سقة 95% وبشرط بديني شرطين أول حاجة أن خطأ التقدير لا يزيد عن 2% تاني حاجة أن خطأ التقدير لا يزيد عن 1% طيب كده برضو دي مسألة بيسألني فيها عن حجم العينة وقالي أن هو عايز يقدر نسبة يبقى إذن أنا أستخدم قانون تحديد حجم العينة لتقدير نسبة اللي هي نون تساوي يه تربيع في لام هات تربيع في واحد لأس لام هات على خاطر بيح بس إحنا انتفقنا في النوعية دي من مسائل بيكون مديني نسبة استطلاعية أو من عينة استطلاعية اللي هي لام هات هو مش بالدهالي فحالة أنه مش هيكون مديك لام هات أنت تفترضها أنها 50% يعني 5 من 10 تمام فأنا هفترضك هنا في الحالة دي أن لام بـ 5 من 10 يبقى إذن هاخد أول حالة أنه بيطلب فيها أن خطأ التأديل ما زيتش عن 2% يبقى إذن نون بتساوي 1.96 من 100 تربيع اللي هي يه في لام هات اللي هي 5 من 10 في 1 نقص لام هات اللي هي 1 نقص 5 من 10 على خاخ تربيع خاخ 2% يعني 2 على 100 يعني 2 من 100 تربيع لما حسبها يطلع لي 2401 طالب يبقى العينة في حالة أننا خطأ التأديل ما زيتش عن 2% 2401 طالب أجل الحالة التانية اللي هي خطأ التأديل ما زيتش عن 1% هلاقي لما طبقت القانون كل اللي تغير فيه يعني اللي فوق كله ثابت 1.96 من 100 تربيع في 5 من 10 في 1 نقص 5 من 10 اللي تغير بقى المقام اللي هو الخطأ بقى 1 من 100 تربيع لقيت العينة بقت كام 9604 يبقى إذن هنا نلاحظ إن لما خطأ التأدير قل حجم العينة زيت وده يقيد اللي احنا قلناه قبل كده إن العلاقة عكسية بين حجم العينة وبين الخطأ المسموح بي كل ما الخطأ المسموح بي يقل كل ما حجم العينة لازم يزيد خطأ المسموح بي يزيد حجم العينة يقل وهكذا مثال بعد كده بيقول لي أوضحت عينة عشوائية من 144 طالب من طلبة كلية التربية الفنية أن متوسط الانفاق الشهري على فرش الرسم هو 52 جنيه شهريا بنحراف معياري 30 جنيه وإذا كان دي كده مع نقطة يعني بيقول لي في عينة من 144 طالب يبقى نون ب 144 متوسط انفاقهم الشهري على فرش الرسم 52 جنيه بقى سين شرطة ب52 بنحراف معياري 30 للعينة برضو يبقى عين بتلاتين بيقول لي إذا كان من بين طلبة العينة 36 طالب بيجيد النحتة على الخشب دي معلومة أنا مش عارفها السفيد بيها في إيه لسة الوقت بمعامل ثقة 95% المطلوب أول حاجة بيقول لي إنشاء فترة ثقة لمتوسط الانفاق الشهري لطلبة التربية الفنية على فرش الرسم تاني مطلوب بيقول لي إنشاء فترة ثقة للنسبة طلبة التربية الفنية الذين يجيدون النحتة على الخشب طيب يبقى أنا الوقت عندي مطلوبين كده إنشاء فترة ثقة المتوسط يبقى أحتاج فيها اللي هي سين شرطة وعين ونون وإنشاء فترة ثقة لنسبة الطلبة يبقى أنا هنا محتاجة أجيب نسبة الطلبة اللي هم بيجيدوا النحتة على الخشب همسك أول مطلوب وطلع بياناته نون ب144 سين شرطة ب52 وعين ب30 وعندي معامل ثقة 95% يبقى يه ب91% هكتب القانون بتاع فترة الثقة المتوسط سين شرطة زائد أو ناقس يه في عين على جزر نون وعوض في القانون يبقى سين شرطة 52 زائد أو ناقس 1.96% في عين اللي هي 30 على جزر 144 هاخد مرة بالجمح يبقى أجيب الحد الأعلى ومرة بالطرح أجيب الحد الأدنى وكده نقوله نعلق بقى عن نتايج إذا نتوقع أن متوسط انفاق طالب كل التربية الفنية على فرش الرسمي يتراوح ما بين 47.1 جنيه إلى 56.9 جنيه شهرياً ولازم نأكد أنها بمعامل الثقة لازم أكتب معامل الثقة فترة الثقة دي بمعامل الثقة 95% طيب نيجي لمطلوب الثاني إنشاء فترة الثقة لنسبة طلبة التربية الفنية الذين يجدين النحتة على الخشب طيب هو قالي العينة كلها 144 وعدد من يجد النحتة على الخشب 36 يبقى أقدر من المعلومة دي أجيب النسبة في العينة اللي هي عدد من يجد النحتة على الخشب على حجم العينة نون يعني 36 على 144 هيديني 25 من 100 أستخدم النسبة دي بقى بأن أنا أوجد فترة الثقة للمجتمع أطبق القانون بالثقة للنسبة لام هات زائد أو ناقص يه في جزر التربيعي اللي لام هات في 1 ناقص لام هات على جزر نون عوض على اللام هات بـ 25 من 100 زي ما أنا جبتها زائد أو ناقص يه بـ 1-96 من 100 في لام هات اللي هي بتاعة العينة نسبة في العينة 25 من 100 في 1 ناقص 25 من 100 على جزر 144 يبقى القانون أما عوض بقى أما أحسب الحسابات بتاعتي يلاقي أن القانون بتاعي 25 من 100 زائد أو ناقص بحصل ضرب المقدار ده كله بـ 7 من 100 يبقى الحد الأعلى 25 زائد 7 من 100 32 من 100 والحد الأدنى 25 من 100 ناقص 7 من 100 بيسبب 18 من 100 يبقى أعلق عن النتيجة دي وأقوله إذا نتوقع أن نسبة من يجيد النحط على الخشب من طلبة الكلية التربية الفنية بيتراوح بين 18 من 100 و 32 من 100 تمام كده؟ ولو عايزة أحولها لشكل نسبة مقوية يبقى أضرب الأرقام دي في 100 بقت النسبة ما بين 18% إلى 32% وذلك بمعامل ثقة 95% نسأل كمان قول لي أوضحت عينة عشوائية من 36 طالب من الفرقة الرابعة لأحدى كليات العملية أن متوسط درجات للطالب 75 درجة بنحراف معياري 25 درجة المطلوب تقدير متوسط الدرجات لمجتمع الطلبة باستخدام فترة ثقة المتوسط بمعامل ثقة 95% يبقى عايز أنشئ فترة الثقة للمتوسط أطلع عن البيانات بتاعتي العينة نون 36 متوسط درجات الطالب في العينة كل دي بيانات خاصة بالعينة يبقى سين شرطة 75 الحراف المعياري للعينة عين 25 ومعامل الثقة 95 إذن يه بـ 1.96% أكتب القانون بتاعي طالما فترة الثقة المتوسط يبقى هبدأ بإيه متوسط العينة يبقى سين شرطة زائد أو ناقص يه في عين على جزر النون يبقى 75 زائد أو ناقص 1.96% في 25 على جزر 36 يبقى أخذ الحد الأعلى بالإشارة زائد والحد الأدنى بالإشارة ناقص يبقى 75 زائد 8.2% بيساوي 83.2% والحد الأدنى 75 ناقص 8.2% بيساوي 66.8% يبقى أخذ الحد الأدنى يبقى أخذ الحد الأدنى إذا نتوقع أن متوسط درجات الطلاب تتراوح ما بين 6.6% 66.8% و83.2% درجة وذلك بمعامل ثقة 95% ولازم طبعا أي فترة ثقة هلاقي أن المتوسط اللي أنا حسبته من العينة وحسبتي به فترة ثقة بيقع في النص بين الحد الأدنى والإيه والأعلى سوف تبين تاني بيقول لي ادعت إدارة أحد المصانع أو أول ما جات كلمة ادعت دماغي أتروح فين لاختبارات الفروض طبعا عندي اختبارات الفروض إيه متوسط ونسبة أكمل المسألة ادعت إدارة أحد المصانع أن متوسط الدخل الشهري للعاملين يبلغ 2000 جنيه فإذا تم سحب عينة عشوائية من 100 عامل وكان متوسط الدخل لهم 2020 جنيه شهريا بانحراف معياري 80 جنيه فهل يؤيد ذلك الفرض بأن متوسط الدخل ألفين جنيه شهريا أم أنه يختلف عن ذلك إذا علمت أن مستوى المعنوية 5% طيب يبقى ده الوقت يتكلم عن متوسط يبقى دي اختبارات فروض للمتوسط أطلع بياناتي بيقول لي الادعاء ده بألفين جنيه ادعاء أن متوسط الدخل الشهري بألفين جنيه يبقى إذاً ميون بألفين دي متوسط المجتمع وبعدين سحب عينة عشوائية من 100 يبقى إذاً نون بمية والبيانات اللي جاية بعد كده كلها خاصة بالعينة يعني متوسط الدخل بتاع المية عامل لقاءة 2020 يبقى سين شرطة بألفين وعشرين وانحراف معياري 80 يبقى عين بتمانين طيب هل ده اختبار ذو جانبين وانا اختبار ذو جانب واحد سؤاله كان إيه؟ هل يختلف عن ذلك؟ كلمة يختلف يعني قد يكون أقل وقد يكون أكبر يبقى إذاً لما جاء صيغ الفروض بتاعتي الأصلي والبديل هقول الفرض الأصلي أن ميو تساوي ألفين اللي هي الإدعاء بتاعه الفرض البديل طالما أنه قال لي يختلف يبقى الفرض البديل أن ميو لا تساوي ألفين يبقى كده ده اختبار ذو جانبين ومستوى المعنوية حدده بخمسة من مية يبقى إذن إيه الجدولية تكون بتساوي واحد وستة وتسعين من مية أجيب بعد كده هي المحسوبة بالقانون بتاع أختبارات فروض الوسط سين شرطة ناقص ميو على عين على جزر نون سين شرطة اللي هي متوسط بإيه؟ في العينة اللي هو كام ألفين وعشرين وميو اللي هو المتوسط في المجتمع اللي هو الإدعاء اللي قالته الإدارة اللي هو بألفين وعين اللي حرف المعينة اللي هو تمانين وجزر ونون اللي هي الحجم العينة اللي هي كان كام مية أعود بقى في القناة اللي ده هلاقي نيه المحسوبة باتنين ونص أخوتها قيمة مطلقة هي نفسها زي ما هي اتنين ونص وقارنها بواحد ستة وتسعين من مية ألاقي ان اتنين ونص أكبر من واحد ستة وتسعين من مية إذن طالما نيه المحسوبة أكبر من نيه الجدولية يبقى نرفض الفرض الأصلي اللي هو كان إيه؟ إنه متوسط الدخل بإيه؟ بألفين جنيه يبقى حساب نرفضه الدخل لا يساوي ألفين جنيه أو بيختلف عن ألفين جنيه وذلك لازم نكتبها دي ستة ماش مكتوبة بمعامل ثقة كام خمسة وتسعين في المية نشوف التمرين اللي بعد كده اتدعى أحد منتج اللمبات الكهربائية أن نسبة المعيب هذه اتدعى يبقى اختبارات فروض ونسبة يبقى اختبار فرد نسبة نسبة المعيب في إنتاجه هي واحد في المية وبأخذ عينة من خمسمية لنبا يبقى دي بلنات المسألة هي بتطلع لي عينة من خمسمية لنبا يبقى نون بخمسمية وجد أن عدد الوحدات المعيبة بيها عشر وحدات هل يمكن القول أن نسبة المعيب في هذا المنتج هي واحد في المية أم لا؟ وذلك عند مستوى معنوية خمسة في المية ياريت ما نستحجلش هنا ونقول إن كده ايه ديت اختبار زوجانبين لازم نفكر يعني في مسائل المتوسط ماشي اعتبرها إنها لا تساوي دايماً لكن في مسائل طالما إن أنا ما قلتش حاجة تانية لكن في مسائل النسبة ياريت نفكر فيها شوي دلوقتي أنا اتفقت معاكم إن الفرد البديل هو اللي هقبله لما ايه ارفض الفرد الأصلي طيب هل أنا قبلت إن الفرد الأصلي إن نسبة المعيب واحد في المية؟ هل لو هي أقل من واحد في المية أنا هرفضه؟ بالعكس ده كده يبقى أفضل يبقى نسبة المعيب دايماً هيبقى الفرد البديل بتاعي إنها ايه أكبر من الاعتقاد ده يبقى لما ايجا صغير فرد هنا هقول الفرد الأصلي إنه لان بتساوي واحد في المية الفرض المديل اللي هو هقبله لما أرفض الفرض الأصلي أن لام تكون إمتى أكبر من واحد إيه في المية يبقى أنا هرفض الفرض ده لما لام تكون أكبر من واحد في المية يبقى خلي بقى لنا في الحتة دي لو بتكلم مثلا عن نسبة معيب يبقى أنا هرفض لو النسبة دي أكبر من اللي هو بيقولها لي لو بتكلم عن فعالية دوة يبقى أنا هرفض لو الفعالية أقل من اللي هو بيقولها لي ماشي كده يا جماعة يبقى الفرد البديل النلام بواحد من مية الفرد الأصلي النلام تساوي واحد من مية والفرد البديل النلام تكون أكبر من واحد من مية أحد المستوى المعنوية هنا أن ألفة بخمسة في المية يبقى الاختبار زوجانب واحد وألفة بخمسة من مية يبقى إذن إيه الجدولية ققية ومطلقة بتساوي واحد عربعة وستين من مية طيب عشان أطبق القانون وجيب إيه المحسوبة محتاجة الأول أن أنا أوجد إيه؟ لامهات اللي هي النسبة يبقى بتساوي عدد الوحدات المعيبة على حجم العينة لأن أنا بتكلم عن نسبة معيب فاللي همني عدد وحدات معيبة يبقى قول عدد الوحدات المعيبة اللي هي عشرة على حجم العينة نون 500 يبقى عشرة على 500 بتساوي 2 من 100 أعوض في القانون بعد كده يبقى إيه المحسوبة بتساوي لام هات ناقص لام على الجزر التربيعي للام في 1 ناقص لام على نون يبقى بتساوي 2 من 100 ناقص 1 من 100 على الجزر التربيعي الواحد من مية في المكمل بتاعها اللي هي واحد مقص واحد من مية على خمسمية كل دا تحت الجزر التربيعي النتج المقدار ده هيساوي 2 و 25 من مية أخدتها بقى كواقيمة مطلقة كده وأقرنتها بيه الجدولية اللي هي كانت كام عشان نختبر ذو جانب واحد اللي هي 1 و 64 من مية هلاقي إن 2 و 25 من مية أكبر من 1 و 64 من مية إذن أرفض الفرض الأصلي ونقبل البديل يعني إيه؟ يعني نسبة المعيب أكبر من واحد في المية نسبة المعيب كده أكبر من واحد في المية وذلك عندما الصوصة كام 95 في المية أتمنى أن تكون يعني التمرين دي مقطية الجزء اللي احنا اشتغلناه وأتمنى لكم التوفيق يا رب إن شاء الله في كل حياتكم بإذن الله شكرا